اشتركوا في القناة في مدن وقرى المملكة وأشهد سموه بما تحقق من منجزات كبرى عززت من مسيرة النهضة والتنمية بفضل التناغم والتكامل بين جميع مكونات العمل الوطني وبسعيهم المشترك لبلوغ ما يحقق الأهداف التنموية والمصالح العليا للوطن على كافة الأصعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وأكد سموه أن مناطق البحرين كافة سواسية أمام الاهتمام الحكومي وبرامجها التطويرية فأهميتها تكمن في قاطنيها من مواطنين والتي تحرص الحكومة بأن يأخذوا النصيب الوافر من برامج التنمية والتطوير وقال سموه أن بلادنا غالية عندنا وشعبنا عزيز علينا ونتطلع لتحقيق كافة متطلباته بأن نعمل جميعا يدا بيد وأن نزيد من تعاوننا وتواصلنا وأن لا تعيقنا أو تشغلنا عن جهود تقدم الوطن ورفعته أي تعقبات وأضاف سموه أننا في الحكومة نحرص على توجيه برامج التنمية باتجاه القرى مثل ما في المدن لتسير القرية والمدينة في خط متوازن تنمويا وحث سموه على الحفاظ على ما حققته مملكة البحرين من أسباب التقدم والريالة في المنطقة والعمل باستمرار على مواكبة كل تطور يصب في صالح الوطن والمواطن لتبقى البحرين في المكانة التي تبوأتها بجدارة بفضل جهود أبنائها وتكتفهم ونيابة عن أهل قرية عالي أعربت أن نائب رؤى الحيكي عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من حرصا على الالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم معربة عن الاعتزاز بما يفرده سموه من مساحة واسعة للاستماع للمواطنين والتباحث معهم بشأن متطلباتهم التنموية والمعيشية